بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهم الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل نبتدأ الحديث عن كتاب البيوع بعدما أنهينا العبادات كاملة بحمد الله والمصنف رحمه الله تعالى بوب على هذا الكتاب بما يهويه من أبواب بكتاب البيوع وقبل أن نبدأ بذكر الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لا بد أن أشير لمسألتين المسألة الأولى أن المصنف رحمه الله تعالى حينما ذكر البيوع فإنه قصد المعنى العام لها إذ البيوع جمع بيع والأصل في البيع هو المبادلة والفقه رحمهم الله تعالى يطلقون نفظة البيع على معنيين أحدهما عام والآخر خاص فأما المعنى الخاص للبيع فهو مبادلة الثمن بالمثمن بصفته المعلومة المعروفة في كتاب البيع وأما المعنى العام للبيع فإنما يعنون به المعاوضة والمبادلة ويتجوزون فيدخلون فيه التبرعات وبناء على ذلك نعرف أن المعنى العام للبيع يشمل أمورا متعددة فهو إما أن يشمل بيع الأعيان أو يشمل بيع المنافع فبيع الأعيان هو البيع المعروف والسلم ونحو ذلك وأما بيع المنافع فهو الذي تناوله الفقهاء في باب الإجارة والجعالة وبعض أنواع الشركات وإما أن يشمل نوعا ثالثا سنتحدث عنه إن شاء الله في نهاية اليوم من أمكان الوقت وهو بيع الاختصاص بيع الاختصاص هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن البيع بالمعنى العام أيضا يشمل نوعين المعاوضات المحضة المالية المحضة التي يقصد من التعاوض المال من الطرفين وهو الذي يعنيه الفقهاء في كتاب البيع وعندهم نوع ثاني من المعاوضات غير المحضة بأن يكون العوض موجودا في أحد الطرفين دون الطرف الثاني والمعاوضات غير المحضة عند الفقهاء عقدان عقد النكاح إذ فيه مهر فهو معاوضة لكنها غير محضة وعقد الخلع وهذان العقدان لكونهما ليس بمحضة فقد فصل عن كتاب البيوع وإن كانت تشبهها من حيث لزوم أن يكون العوض معلوما غير مجهول ومقدور على تسليمه ونحو ذلك من الأمور ولها أحكام ستأتي بعد قريب في قضية المشارطة كما أن البيوع بالمعنى العام أيضا تشمل ما كان المرء فيه مالكا بنفسه وما كان مشتركا مع غيره وهو باب الشركات وما في حكمها كالمزارعة والمساقات ونحو ذلك إذ المرء يجوز له أن يبيع ماله أو يبيع المنفع التي عنده أو يبيع الاختصاص من باب التبع وكذلك المشاركة فيجوز أن يكون شريكا مع غيره في مال يباع ويجوز أن يكون شريكا معه في منفعته وهي شركة الأبدان الأولى شركة الأملاك وهذه شركة الأبدان ويجوز أن يكون أحدهما منه المال والآخر منه المنفعة وهي شركة المضاربة ويجوز أن يكون منهما جميعا المنفعة والمال وهي شركة العنان وهي شركة العنان وسنتكلم عنها ربما في الدرس القادم على سبيل السرعة إذن قصد من هذه المقدمة أن نعلم أن الفقه عندما يذكرون كتاب البيع بالمعنى العام فإنهم يدخلون فيه كل المعاملات المالية المحظة بغض النظر عن نوع المعقود عليه سواء كان عينا أو منفعة أو اختصاصا ويدخلون فيه جميع الأملاك سواء كان الشخص مالكا لوحده أو شريكا لغيره وهباب الشركات لا فرق بين ذلك إنما يخرجون من باب البيوع المعاملات المالية غير المحظة وهما عقدان عقد النكاح وعقد الخلع فيرون أن هذين العقدين لشرفهما ولأن المعقود عليه ليس مالا محظا فصلا بحكم مستقل وسيأتي الحديث عنه في محله هذه المسألة الأولى التي أردت أن أبينها وهو أن هذا المصطلح عند الفقهة واسع المسألة الثانية وهي مهمة معنا جدا أن نعلم أن الأصل في البيوع الإباحة وهذا قول جماهير أهل العلم ما ينقل عن داود بن علي الطائع عليه رحمة الله من أنه قال إن الأصل في البيوع والمعاملات الحرمة فيه نظر ولا شك وهو محجوج بالإجماع السابق قبله عليه رحمة الله فالأصل في البيوع الحل إلا ما استثني لقول الله عز وجل وأحل الله البيع ونحن قلنا إن كلمة البيع لها معنيان عام وخاص فإن حملناها على المعنى العام فأحل الله عز وجل كل المعاملات وحرم الرذاء فلا يوجد شيء في الشريعة محرم إلا ثلاثة أشياء فقط ما عدا هذه الثلاثة أشياء كله حلال بلا شك الأمر الأول ما كان من باب الرباء ما كان رباء وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم في بيان حد الرباء الأمر الثاني ما كان منهيا عن بيع ذاته مثل نهي الشارع عن بيع الخمر والخنزير نعم قد يتوسع الفقه في أشياء ويخارفهم فيها آخرون مثل توسع بعض الفقه فيقول النهي عن بيع النجاسات بعض الفقه يرى حرمة بيع النجاسات وبعضهم يرى جواز ذلك ونحو ذلك من الأمور التي سنتكلم عنها ربما في آخر حديث اليوم وهو حديث النهي عن بيع الكلب الأمر الثالث الذي نهي الشارع أو نهي عن التعامل به ما كان من باب الغرر وبعض الفقه يسميه الميسر والميسر هو أشد الغرر لتردده بين الوجود والعدم يفقد بالكلية بينما الغرر وجود الصفة ووجود الحقيقة كاملة ونقصانها وهي بمعنى واحد إذا انتفت هذه الأمور الثلاثة فإن البيع حلال مطلقا ولذلك لو جاء شخص فقال إنه قد جاء عند الناس عقد جديد لنقول مثلا عقد المقاولة اللي هو عقد البناء عقد الاستيراد عقد التوريد عقد هذه العقود الجديدة عقد الإيجار منتهب التملك أي عقد والعقود تتولد في كل يوم نسأل أول شيء هل المعقود عليه محرم لذاته كأن يكون ميتة أو خنزين ونحو ذلك لا هل هو ربا ثم تنظر في هذا هل فيه غرر بين لا إذن العقد حلل هذا العقد إذن نقول هو حلل ولو كان عقدا جديدا أو عقدا مركبا من عقود أو له من الصفات ما ليس في الصفات القديمة الموجودة المتعارف بها عند الفقهاء الأوائل وإذلك عقود الشركات تغيرت الآن وأصبح فيها من التغير والتجديد الشيء الكثير الذي لم يكن موجودا عند الأوائل وأضرب لكم مثالا واحدا مثلا وجد في الثلاثين سنة أو الخمسين سنة الأخيرة ما يوجد بالشركات المساهمة لم يكن الفقهاء يعرفون هذه الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي دها شخصية منفصلة عن شخصية الشركاء المساهمين فيها وذلك لما جاءت جديدة استنكرها بعض الذين لم يعملوا هذه القاعدة على الإطلاقه وأن الأصل في الأشياء لإباحة عندما جاءت ثم استقر الأمر الآن تقريبا على أن مثل هذه الشركات الأصل فيها الإباحة وإن لم تكن معروفة الأوائل بحجة ماذا؟ أن الأصل في الأمعاملات والمعاوضات الإباحة إذن عرفنا هنا الأمور الثلاثة وسنمر عليها في أثناء الشرح بمشيئة الله عز وجل وقبل أن نبدأ بحديث عبد الله بن عمر وحكيم بن حزام رضي الله عنهما سأذكر تقسيما مهما يفيدنا في ذكري أو في فهمي لما ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بهذين الحديثين بالخصوص هذه العقود عموما أو البيوعات على سبيل الإجمال تنقسم إلى قسمين عقود لازمة ومعنى كونها لازمة أي إذا انعقدت لا يمكن لأحد من المتعاقدين أن يحل وثاقها وأن يفسخها منفردا بنفسه لا يمكن هذا يسمى عقود لازمة وهذه العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي أن يتراضى الطرفان أو لسبب من الأسباب التي سنذكرها بعد قليل وأحدها الخير وإما أن تكون العقود عقودا جائزة ونقصد بالجائزة هنا ليس التي بمعنى الحلال وإنما نقصد بالجائزة التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يرجع عن هذا العقد فيحل هذا العقد فيحل وقت ما يشاء مثل الوكالة الوكالة عندما أوكلك وقت ما أشاء لي الحق أن أفسخ العقد ومثل عقد الجعالة عند الفقهة ومثل القرض على مشهور المذهب خلافا للشيخ تقي الدين عندما رأى التأجيل أنه ينعقد بالتأجيل ومثل عدد من العقود التي ذكرها العلم والكفالة لأحد الطرفين مثلا وهكذا الوديعة عقد جائز هذه عقود جائزة إذن عرفنا ما الفرق بين الجائز واللازم الجائز هو العقد الذي إذا عقده المسلم جاز له وقت ما يشاء أن يفسخ والعقد اللازم هو الذي إذا عقده وكمل بشروطه وأركانه فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه إلا بتفاسخ برضى من الطرفين أو بوجود واحد من الأسباب التي سأذكرها بعد قليل وما عند ذلك ليس له حق ابتداء رضا واحد باع لشخص سيارة ثاني يوم قال أنا لا أريد أن أبيعها نقول ليس لك الحق خلاص لازم العقد يجب عليك أن تسلم العين يجب عليك أن تسلم الثمن وجوبا وهكذا طيب إذا كان العقد لازما أي لا يجوز التراجع فيه فإنه لا ينحل إلا بأمور ذكرنا الأمر الأول وهو ماذا قبل قليل التراضي بأن يتراضى الطرفان وهذا في حقيقة ليس انحلال هو إقالة وبعض الفقهير رأى أن الإقالة عقد جديد ينحل به العقد الأول طيب ولكنه ينحل بأمور أخرى منها قالوا إذا كان هذا العقد قابلا للتأقيت فإنه ينحل بانتهاء مدته مثل عقد الإجارة فإن عقد الإجارة تتأقت بشهر بسنة بعشر سنين إذا انتهت هذه المدة فإن العقد ينحل خلاص انتهت الإجارة لازم رد العين لمالكها ولا يحق للمستأجر أن ينتفع بها إلا بعقد جديد وإلا فإنه يكون متعديا هذا واحد الأمر الثاني قالوا ينحل عقد الإجارة العقود تنحل العقود اللازمة بوجود أمر طارئ يمنع من الانتفاع به وهذا الذي يسميه الفقه رحمهم الله تعالى بوضع الجوائح مسألة الجوائح السماوية التي أمر الشارع بوضعها وسنتكلم عنها إن شاء الله نأمكن في مسألة بيع الثمار والأصول الأصول والثمر الأمر الثالث هو الذي سننطلق منه لشرح الحديثين قالوا العقد اللازم شف العقد اللازم ينحل وينفسخ باختيار من له حق الخيار إذن عرفنا الآن كيف لماذا بدأ الشيخ بهذا الباب ليبين أو نستطيع أن نجعله بداية الأحاديث أو بداية المسائل في باب البيوع لأن العقود لا بد أن نعرف أنها تنقسم إلى قسمين وأن هذين القسمين إما أن تكون لازمة وإما أن تكون جائزة فأما العقود الجائزة فيجوز فسخها بالتراضي أو غير تراضي حتى من أحد الطرفين يجب إن أنا أقرستك ألف ريال أرجعها لي بعد شهر ثاني ينقط لا رجعي الألف من حقي هذا لأن العقد لازم وكلتك ثاني ينقط فسخت الوكالة قبل أن تبيع وقبل أن تشتري من حقي ذلك أو أن تقول قدرت الوكالة لا أقبلها كذلك العقود المختلفة بعض العقود مختلفة هو جائز أم لازم بعض العقود جائز من طرف لازم من طرف العقود اللازمة هو النوع الثاني من العقود إذا تمت وانعقدت بأركانها وشروط كل ركن من هذه الأركان فإنها تكون لازمة لا يمكن الرجوع فيها إلا بالتراضي من الطرفين وهو الذي يسمى الإقالة أو بانتهاء الأمد إن كانت العقود تقبل التأقيت يعني في عقود ذات أقبل التأقيت وسيأتي الحديث عنها وإما أن تكون تنحل العقود بوجود الأمر الطار الذي يمنع من الانتفاع وهو ما يسمى بوضع الجوائح مثل ماذا؟ رجل نشترى من شخص شيئا وقبل أن يقبض هذا الشيء تلف قبل القبض فهو في ضمان البائع فهنا من باب وضع الجوائح يرد له المال بما يأكل أحدكم مال أخيه قبل القبض قبل القبض فكل تلف يكون قبل القبض فإنه يكون موجبا لانفساخ العقد والمتقرر أيضا وهو الصحيح دليلا وحاجة الناس عليه أنه ليس خاصا بباب البيع بل يشمل البيع والإيجارة وسائر العقود فلو على سبيل المثال ربما نمر عليه لكن باب الشرح هنا فلو على سبيل المثال استأجرت منك دكانا وبعد هذا الاستئجار بيوم إذ بهذا الدكان تكون أمام الشارع حفريات فتسد الطريق ولا يمكن الانتفاع به أنا استأجرت الدكان لماذا لأفتحه وهذا الحفريات أغلقت الدكان لا يمكن أن يأتيني أي مشتر فهنا أتى أمر طارئ ليس من طرف من أحد المتبايعين فلم يجعل يمكن الانتفاع بهذا المعقود عليه فهنا ينفسخ العقد يرد لي عقدة يرد لي قيمة الإيجار وهذه للشيخ تقييدين رسالة كاملة في تقريرها موجودة في فتاوية التي طبعها رشيد رضا عليها رحمة الله طيب الأمر الأخير خيار من له حق الخيار هذه المسألة ننطلق منها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وما في حكمه خيار من له الخيار ما هو العقد ينعقد صحيحا وقد يكون لأحد المتبايعين أو كليهما معا الخيار في أن يمضي العقد أو يبقيه ففي فترة الخيار شف مدة الخيار سواء كانت مدة زمانية أو مدة وصفية ففي مدة الخيار يصبح العقد في حق من له الخيار جائز شف يصبح العقد في حق من له الخيار طيب عقد بيع لكن الذي له حق الخيار يصبح العقد في حقه جائزا يجوز له أن يمضيه ويجوز له أن يحله يفسخ العقد يفسخ العقد وذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الخيار السبب لأن بيع المنهي عنها ترجع بعد ذلك للخيار من جهة ولأنها من أهم الآثار في التفريق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة في قضية انحلال العقد واللزومة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان هنا قوله تبايع أي تعاملوا بالبيع والشراء والصحيح أن هذا من باب التغليب أو أنه جاء بمعنى البيع بالمعنى العام فكل عقد مالي محض شف عبارتي فكل عقد مالي محض يدخل فيه خيار المجلس البيع الشركات الإجارة السلم وهكذا كل سائر العقود المسمات وغير المسمات التي نعرفها جميعا كل العقود يدخل فيها ذلك لأنه ماذا من العقود المالية المحض العقود المالية غير المحض لا يدخل فيها خيار المجلس شف التقسيم اللي ذكرت لكم قبل قليل مهم لأن سأبني عليه كثير من المسائل بعد قليل أنا أتيت بالتقسيم في البداية بدل ما أتي في كل مسألة في محلها ذكرت التقسيم الأربعة في البداية العقود المالية غير المحض وهي النكاح والخل لا يجري فيه خيار المجلس فلو أن امرأة زوج آخر زوجتك ابنتي فقال قبلت ليس له حق الخيار يقول سوف أفسخ العقد وإنما هذا متعلق بالعقود المالية المحض ولذلك الفقه يذكرون العقود المالية المحض في باب البيوعات ويقولون هذا المعنى العام لمصطلح البيوع فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان هذا من باب المعنى العام للبيوع وهي البيوع المالية المحضة إذا تبايع الرجلان أيضا كلمة الرجلان يعني هذا الوصف طردي فلو تباعت امرأتان لو تبايع شريكان لو تبايع أي شيخ آخر لا يلزم أن يكون رجلين فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا هذا الحديث إلى هنا يدلنا على مسألة مهمة وهي ما يسمى بخيار المجلس ومعنى خيار المجلس أن الشخصين أو الرجلين إذا تبايعا أحدهما قال بعت وقال الثاني اشتريت أو قال أجرت وقال الثاني استأجرت أو اشتريت منك سلما وقال الآخر قبلت وهكذا أو صرفه مالا نقديا وهكذا حتى الصرف يدخل فيه الخيار كل عقد من العقود لكل واحد من المتبايعين الخيار في أن يفسخ العقد إلى متى إلى أن يتفرق من هذا المجلس إلى أن يتفرق من هذا المجلس ولو طال المجلس ساعة كاملة فإن الخيار يستمر ساعة كاملة وذلك يقول نفس السلام فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق أي من المجلس من أهل العلم أن يقول ما لم يتفرق بالكلام نقول لا ليس بصحيح لأن ثعلبا نقل عن المفضل وهو أحد علماء اللغة أنه قال يتفرق بالأبدان ويفترق باللسان فزيادة المبنى زيادة في المعنى في ذلك يتفرق بمعنى أنه التفرق بالأبدان ويدل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعمل ذلك فقد جاء أنه بايع عثمان بن عفان فخرج لكي يدلل للناس ويبين لهم أن المقصود من الحديث إنما هو التفرق بالأبدان وسأذكر الخيرا في هذه المسألة وفيه بعض المسألة المتعلقة به إذن أريد أن نفهم دلالة الحديث في نفسه أنه دال في نفسه على أن المتبايعين إذا جلس إذا تبايع في مجلس فما دام بأبدانهما في ذلك المجلس فلكل واحد منهما الخيار في حل ذلك المجلس طيب لو كان هذان المتبايعان في مكان لا يمكن لهم أن يتفرق فيه كأن يكون في سفينة مثلا فيقول في السفينة سيدسون أربعة أشهر قديمة في الزمان الأول وهم في ظهر السفينة هل نقول إن هذه السفينة كلها في هذه المدة أربعة أشهر يكون الخيار موجودا أم لا نقول في هذه الحالة لخصوص هذه المسألة افتراقهما نسبي فصعود أحدهما على ظهر السفينة وبقاء الآخر في بطنه هذا تفرق بالأبدان المكان البعيد الكبير مثل الساحة الساحة ساحة البيع هذه ساحة تفرقهما بأبدانهما بحيث أن يكون شخص في جهة وآخر في جهة وإن كان الساحة مفتوحة على بعضها لا يزم الخروج من تلك الساحة مدام الساحة كبيرة هذا يعتبر تفرقا بالبدن فيكون قد انتهى الخيار المجلس إذن فخيار المجلس هو في الحقيقة راجع للعرف عند التأمل في معنى التفرق بالأبدان فإن كان غرفة محوطة فالخروج من هذه الغرفة وإن كان في ظهر سفينة فالصعود على أعلاها وبقاء الآخر في أدناها وإن كان مكانا واسعا فعدم نظر أحدهم للآخر وتفرقهم بأبدانهم الآن جاءت أشياء أخر في التعاقد وهو مثل التعاقد بالهاتف فإن التعاقد بالهاتف الآن أصبح الناس يتعاقدون وتصح التعاقد بالهاتف إلا إلا العقود غير المحظة وهو النكاح أما الطلاق فيجوز لأنه فرقة يجوز بالهاتف أما النكاح فقد صدر قرار المجمع أنه لا يجوز عقد النكاح بالهاتف لعظم هذا العقد وخطورته والاحتياط في إثباته فلا ينعاقد بالنكاح مطلقا طيب العقود البيوعات لو تعاقد أثنان بيعا على الهاتف فكيف يكون منتهى خيار المجلس كثير من المعاصرين يرى أن انتهاء مدته بقطع الخط أو انقطاع الخط فانقطاع الخط في هذه الحالة يكون يعني انتهاء لمدته سنتكلم بعد قليل عن استثناء في خيار المجلس طيب المسألة التي تعلق بهذه الجملة قبل أن ننتقل للجملة التي بعده نقول إن ما الحكمة في قضية جعل خيار المجلس نقول إن الحكمة في خيار المجلس إنما هي مراجعة المرأة نفسه فبعض الناس يستعجل في كلمة وكثير من الناس يكون مترددا في بيعه وشرائه فلو أمضيناه له على سبيل الإطلاق ربما رجع فترجاه مرات كثيرة أن يقيله وربما كان غير وازن لكلامه وهكذا وإن فتحنا الباب على مصراعي فإن من الناس من هو شديد تردد فيبيعك اليوم ويأتيك بعد شهر وإذلك جاء الشرع فجعل له خيارا قليلا يمكنه فيه أن يرجع إلى رأيه ويمكنه أن يتأمل في بيعه وفي السعر ويرد بعد ذلك وهو خيار المجلس فجعل له هذا المدة وجعل العبرة حدها بالعرف فيما يتعلق بتفرق الأبدان طيب المسألة الثالثة أو الرابعة في هذه الجزئية قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها في شرحها أن بعض الأئمة على جلالة قدرهم وسعة علمهم وهو الإمام مالك وأبو حنيفة رحمة الله على الجميع قد خالف في مسألة خيار المجلس فقال إنه لا خيار في المجلس والسبب في ذلك قالوا لأنه عقد اللازم والعقد اللازم يجب أن يكون باتا فكيف تجعل فيه خيار إذا جعلته جائزا لمدة خمس دقائق عشر دقائق نصف ساعة هذا يخالف حقيقة العقد يخالف حقيقة العقد لما جاء لهم هذا الحديث وهذا الحديث مما لا إشكال في صحته فإن مالكا رواه في الموطأ من طريق نافع عن ابن عمر وهو من أقوى السلاسل حتى لقد قال ابن عبد البر هذا الحديث لا خلاف بين المسلمين في صحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء هذا الحديث ورواه مالك تعلل بعدم العمل به بأنه ليس عليه العمل عند فقهاء المدينة وقد ذكر ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام عشرة أوجه أجيب عن هذا الحديث بها ذكر أن الحنفية والمالكية أجابوا عن هذا الحديث بعشرة أوجه ثم رد هذه الأوجه العشرة ولن أذكر هذه الأوجه العشرة لأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر قال وكل ما أجيب به هذا الحديث فإنه ضعيف ولا شك مع أن الحافظ أبو عمر مع أن الحافظ أبا عمر ابن عبد البر مالكي لكن الحق أن يتبع وقال يجب أن يعمل بهذا الحديث وكل ما أجيب به فهو ضعيف لكني ذكرت هذه الأوجه العشرة من باب الإشارة لفائدة فإن هذه الأوجه العشرة في هذا الحديث وسأشير لحديث آخر بعده فيها مخالفة الحنفية وحيه المصرى ذكر ابن دقيق العيد فيها استدلالا أصوليا رائعا جدا لا تكاد تجده عند كثير من شراح الحديث حتى لقد قال بعض العلماء وهو المقبلي من علماء اليمن قبل الصنعاني وقبله في بعض كتبه قال سمعت أشياخنا يقولون من أراد أن ينظر في الصنع الفقهية والاستنباط من الأصول الفقهية فليقرأ في مباحث إحكام الإحكام لبن دقيق العيد ومنها هذا الحديث الحقيقة بالخصوص هذا الحديث فقد ذكر في هذا الحديث عشرة أوجه مثل قضية مخالفة الراوي لما روى مثل عموم البلوى مثل الاحتجاج بخبر الواحد وذكر تطبيقا عليه هذا الحديث مع الرد عليه فيذلك خراءة مثل هذه المسألة بعد تصور المسألة يجب أن يتصور طالب العلم المسألة قبله ثم يقرأ هذه الحجاج مع تصوره المسألة الأصولية يكون من أوضح المسألة في التطبيق كما قال المقبلي عليه رحمة الله طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أو يخير أحدهما الآخر بمعنى أن يقول أحد المتبايعين للآخر لا خيار بيننا يخيره أي لا خيار يقول خلاص خير الآن اختر تريد البيع إذن لا خيار مجلس ولذلك فإن إعمال هذه الجملة هو الأولى وعلى ذلك فنقول إن الصحيح من المذهب أن المتعاقدين إذا نفي خيار المجلس إما نصا أو عرفا فإنه ينتفي يصبح لا خيار بينهم ينفيانه نصا مثل ماذا يتبايع رجل وآخر فيقول أحدهم الآخر فرما فيه ما فيه خيار يقول خلاص ما فيه خيار لو تراجع بعد دقيقة أو نص دقيقة الصحيح أنه ليس له ذلك لماذا لأنه ما نفي الخيار حق له ما تنازل فيه هو حر حق له وإذاك الحقوق يجوز إسقاطها بالتراضي هذا حق لا يعاوض عنه وإنما يسقط بالتراضي مثال الخيار المسقط عرفا الخيار المسقط عرفا الآن التعامل الإلكتروني الذي يبيع ويشتري عن طريق الإنترنت أو يبيع أحيانا عن طريق الصرافات هذه ما فيها خيار إذا قلت نعم نعم إذا أشرت بنعم نعم هنا ليس لك حق الخيار نقول إن خيار الشرط هنا عفوا خيار المجلس هنا قد سقط بناء على التعارف أنا ما دخلت لهذا التعامل الإلكتروني إلا وأعرف أنه قد نفو الخيار المجلس لا خيار مجلس يكون فيه وهذا مبني على ماذا أن خيار المجلس يسقط بالتساقط أو بتراضي الطرفين يقول فتبايع على ذلك أي تبايع على أنه لا خيار بينهما فقد وجب البيع أي لزم ولا خيار بينهما وقلت لكم إن إعمال هذه الجملة أولى من إهمالها أو توجيه بتوجيه بعيد فيكون إسقاط خيار المجلس أو لو هو الصحيح من المذهب وهو الصحيح دليلا للحديث نعم ثم ذكر المصنف حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا أتى الشيخ رحمه الله تعالى بحديث حكيم بن حزام للتدليل على أن ابن عمر رضي الله عنه لم ينفرد في رواية هذا الحديث إذ من الناس وهم الحنفية بالخصوص لم يعملوا هذا الحديث بحجة أن هذا الحديث من أحاديث الأحاد ولا شك أن روايته من أكثر من مخرج ومن أكثر من طريق تدل على تقويته ومعنى المتواتر عند المناطق يخالف معنى المتواتر عند الفقه كما بين ذلك الشافع رحمه الله تعالى في الرسالة طبعا قبل أن يدخل معنى المتواتر عند المناطق إذ المتواتر عند المناطق هو الذي يرويه الجمع الذي يستحيل يستحيل عليهم الكذب ومثل هذا الحديث لا يمكن أن يكون له وجود في الحقيقة إلا في طبقات دون طبقات وأما المتواتر عند المحدثين والفقه منذ القدم فهو الحديث الذي اشتهر مخرجه واشتهر بين الفقه وهذا الحديث اشتهر مخرجه فقد رواه ابن عمر ورواه حكيم ورواه غيرهم رحمه الله ورضي الله عن الجميع واشتهر عند الفقه حتى عند الذين لم يعملوه كمالك وأبي حنيثة فقد جاء أنهما رواياه من طريقهما كما في الموطأ وغيره نعم قال وعند حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا طبعا أيضا من فوائد ذكر حديث حكيم أن حكيم من الصحابة الذين تأخر إسلامهم فإنه من مسلمة الفتح رضي الله عنه وكان على اسمه حكيما عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام رضي الله عنه وكان من كبار تجار الصحابة مع أنه لم يأخذ من العطاء الذي أمر به عمر فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا يدل على العموم أو قال حتى يتفرقا وحتى تدل على الحد الزماني فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما هذه الجملة الأخيرة وبهن ننهي الحديثين تفيدنا مسألة مهمة أو تفيدنا مسألتين المسألة الأولى في قضية بركة البيع فإنه ليس كل بيع مبارك بل إن من البيوع ما يكون مباركا ومن البيوع ما يكون غير مبارك ومن البيوع ما يكون وسطا بينهما وسنشير للثالث عندما نتكلم عن كسب الخبيث في آخر حديث من هذا الباب فأما البيع المبارك فإنه الذي فيه يكون ربح من جهة ربح ولا أعني وأهل العلم عندما تكلموا عن الربح لم يعنوا بالربح الربح الكبير وإنما مجرد الربح مجرد الربح بركة وأما الربح الكبير فلا يلزم أن يكون بركة ولذلك ذم الله عز وجل أو يعني ذكر أنه فتح أبواب كنوزه لقارونة وغيره فجاءتهم أموال وأنه يمد الكافرين مد يزيدهم من الربح الكثير فليس كثرة الربح علامة البركة وإنما مجرد الربح هذا واحد المعنى الثاني في بركة البيع قالوا أن لا يشغل البيع عن معنى شرعي فلا يكون سببا لاكتساب إثم بظلم أو خديعة أو غش ونحو ذلك ولا يشغل عن صلاة وطاعة وإذلك من كان صادقا في بيعه مباركا له فيه فإنه تجده من أكمل الناس حرصا على أداء الواجبات من الزكاة وأدائها وأداء حتى أفعاله من الصلاة وغيرها فلا يشغله بيعه وشراءه عن عباداته إذن معنى الثاني أنه لا يشغله بيعه وشراءه عن الطاعة ولا يكسبه معصية الأمر الثالث معنى البركة أن ثمرة هذا البيع وهو الربح يستخدمه صاحبه في طاعة يستخدمه صاحبه في طاعة فمن بورك له في بيعه فإنه سيجعل الربح في صلة رحم وكسب مال ونحو ذلك الأمر الرابع في معنى بركة البيع أن أثره على البدن يكون أعظم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمد إليه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فمن بركة البيع الحلال المبارك فيه أن يكون مؤثر في نفسية المر وفي دعائه وفي عبادته وإقباله على الله عز وجل يستثمر أو الشيء الثالث يستثمر المال في الطاعة والرابع مؤثر على نفسه ومن النكة التي تذكر ولكن أمر عليه بسرعة لأجل الوقت ما جاء أن إمام الحرامين الجويني مرة وهو من أوسع الفقهاء وأشهرهم في عصره سعة علم وكثرة تصنيف أنه مرة كان يتكلم فبينما هو يتكلم في درسه إذ به يتلعثم فيه يتلعثم تأت يفأف أو غير ذلك فطأطأ رأسه في درسه وقال هذا من أثر تلك المصة شيئا قليلا فرجع لحالته بعد انقضاء درسه يكون هنا من الطلاب عادة من هو يجرى على الشيخ فسأله ذاك الجريء فقال يا شيخ فعلتها أكثر من مرة إذا جاءتك هذه الحالة من تلعثم اللسان ونحو ذلك قلت هذه الكلمة وهي ذلك من أثر تلك المصة فما معنى ذلك فقال رحمه الله تعالى إن أبي كان شيخا صالحا وصدق فإن أباه أبا محمد الجويني من أئمة الفقه صاحب كتاب السلسلة وهو من علماء السنة وله كتب في إثبات وتقرير العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة رحمة الله على الجميع إن أبي كان رجلا صالحا وكان لا يرضى أن نطعم حراما قال وكانت لنا جارية تأكل الربا فدخلت تلك الجارية علينا وكنت رضيعا فوجدتني أبكي فألقمتني ثديها فلما جاء أبي وعلم بالخبر حاول أن يخرج هذا اللبن الذي ارتضعته منها فأخرج بعضه وبقي بعضه قال وما بقي هو أثره أرى شؤمه الآن طبعا أولئك أقوام قلت ذنوبهم وسيئاتهم فعدوها وعرفوها ونحن وكثيرون يعني كثرت ولا نستطيع عدها إنما نقول بك الذواب هكذا فيذهب إذن المقصود أن بركة البيع حتى على صاحبه رب نتكلم عنها عندما نتكلم عن قضية المطعم الحلال في الكسب الخبيث في آخر باب المسألة الثانية ما يتعلق بهذه الجملة أن الصدق له بركة فكل صادق في قيله له بركة تظهر عليه فانظر كيف أن الصدق في البيع والشراء أثر في البركة فيه والصدق في الحديث أيضا مؤثر أيضا في صدق الرؤية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقكم رؤية أصدقكم حديثا والصادق في قيله مذكور بحسن الذكر وطيب الذكر عند غيره ولذلك ترى أو ذلك عمر بن عبد العزيز لما قيل له قاله رجل تكلم في كلمة فقال كذبت قال عمر بن عبد العزيز والله ما كذبت منذ أن عقلت حينما علمت أن الكذب يزري بصاحبه يزري بصاحبه من شؤم الكذب أن الذي يعرف عنه الكذب يرد حديثه ولا يقبل العلم عنه أليس كذلك؟ وكذلك في الفقه وسبحان الله العظيم من عرف عنه الكذب حتى في الفقه يكون اجتهاده ضعيفا جدا ومردود عليه سبحان الله ما تدري وإذا بحثت وجدت أن من أسبابها أنه يكذب في لسانه وذلك شؤم الكذب كبير جدا ومن شؤمه حتى في البيع أنه يكون سبب في محق البركة في محق البركة يبقى في هذه الجملة مسألتان المسألة الأولى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما أي إن كذب جميعا محقت البركة من الطرفين وأما إن كذب أحدهما دون الآخر فإن محق البركة يكون من طرفه لا من الطرف الآخر لا من الطرف الآخر هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الكتمان بالكذب فإن الكتمان هو عدم الإخبار والكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة فجعل الكتمان والكذب سواء في الحكم أو سواء في الحكم والفقه يقولون إن الكتمان إنما هو الكتمان للوصف الذي يمنع الشخص من شراء السلعة أو ينقص قيمتها فإذا علمت أن في السلعة وصفا قد يكون عند زيد يعني ممدوحا وعند عمر مذموما ليس لازم أن يكون وصف مذموم دائما أو وصف عيب لكن هذا الوصف عند زيد لا يجعله يقبلها تعرف أو أنه ينقص الثمن عنده فإنهم يقولون يكون من الكتمان الذي هو يكون سبب لمحق البركة سبب لمحق البركة طبعا هناك المسألة البيع بشرط البراءة من العيب يعني الحديث عنه طويل ولكن ربما نشير له عندما نتكلم عن الشروط عندما يقول الشخص بيعتوك على أن لا على أن كل عيب تراه ليس لتعلق به سنشر له إن شاء الله في محل سنشر أحسن الله إليكم يقول رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر البيوع المنهي عنها والسبب ما سبق ذكره أن الأصل في البيوع الإباحة والجواز والصحة جميعا إلا ما استثني من البيوع وهو المنهي عنها قبل أن نبدأ بذكر هذه البيوع المنهي عنها لنعلم أن النهي في البيوع ينقسم إلى نوعين وهذا التقسيم مؤثر ومهم في معرفة صحة العقد إذن يجب أن نفرق بين أمرين بين كونها حلالا وحراما وهذا الحكم التكليفي وبين كونها صحيحة وفاسدة وهذا هو الحكم الوضعي فقد يكون البيع حرام لكنه صحيح لكنه صحيح وضحت المسألة طيب نحن نقول أن البيوع المنهي عنها في الشرع تنقسم إلى قسمين بيوع إلى بيوع نهي عنها لحق الله عز وجل وبيوع نهي عنها لحق العباد مثال الأول العقود أو البيع بيوع الأشياء المحرمة البيوع المحرمة التي نهي عن بيع ذاتها مثل الخمر والخنزير هذه لحق الله من لحق العباد لحق الله إذن لو باع امرؤ خنزيرا أو خمرا أو ما في حكمها أو ما ألحق بهما فإن العقد باطل يجب أن يرد لهذا الثمن ولهذا العين يجب حتى لو تلفت العين يجب عليها أن يرد باع شخص لآخر خمرا يرد له الثمن حتى لو شرب الخمر طبعا الصحيح لا لا يرد له الثمن وإنما الثمن يؤخذ منه عقوبة ويجعل في المصارف وهذه للشيخ تقيدين فيها رسالة رسالة كاملة في أنه يؤخذ منه الثمن الذي اشترى به الخمر ويجعل في المصارف المصلحة ولا يرد لشارب الخمر لأنه بذره في حرام طيب الربا نهي عنه لحق الله ولحق لحق الله ولحق العباد لحق الله لحق الله إذن ذكرنا الآن ثلاثة من الثلاثة نقول المنهيات عنها ثلاثة أشياء الأشياء المنهي عنها لذاتها منهي عن بيعها والثانية الربا اثنين من المنهي عن بيوع المحرمات في البيوع نهي عنها لحق الله عز وجل أليس كذلك؟ لا الربا حق الله عز وجل وإن كان عندهم الربا لحق الله عز وجل حتى لو تراضي أنا وأنت متراضين الآن الذي يذهب للبنك أو لشخص ويقترض منه حق بربا راضي بكمال أهليتي ورضا وعلمي التام بمبلغ رضا فهو لحق الله عز وجل لا شك أن ما ينهى اللع عز وجل لا شيء فيه مصلحة للعباد لا شك لكن أساسا لحق الله النوع الثاني قلنا الذي هو لحق العباد الذي هو لحق العباد النوع الثالث وهو ماذا؟ نقول المنهي عن ثلاثة أشياء سيتو الربا والذي قلت قبل لسأطلبكم أن تذكروه والثالث الذي هو المنهي عنه لذاته ذكرنا الثنين باقي الغرر الغرر إنما نهي عنه لحق العباد طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أن ما نهي عنه لحق الله فإنه باطل فاسد والباطل والفاسد سواء عند الجمهور وما نهي عنه لحق العباد فإنه صحيح لكنه معلق على رضا صاحب الحق وهذه المسألة على الراجع واختيار الشيخ تقيدين وهو الأقرب والذي تستقيم به أحوال كثير من الناس في رواية في المذهب قوية جدا تقول إن كل بيع منهي عنه فإنه فاسد سواء كان لحق الله أو لحق العباد وسيمر معنا بيع المنابذة لحق العباد لأنه غرر فالفقه المذهب يقول إنه باطل ومن الفقه من يقول إن البيوع والمنهيات عنها إن كان المنهي عنه لذات المعقود عليه فإنه فاسد وإن كان لصفة من صفاته فإنه ليس بفاسد والصحيح ما ذكرت لكم قبل قليل التفريق بين حق الله وحق العباد يقول الشيخ عن أبي سعيد خدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهو طرح الثوب وهو طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل يقلبه أو ينظر إليه هنا ذكر في حديث بسعيد نهي عن بيعين بيع المنابذة وبيع الملامسة وفي هذا الحديث تفسير لهذين البيعين فإنه ذكر أن المنابذة هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو أن ينظر إليه هذا التفسير ذكر الحافظ بن حجر أن ظواهر الروايات التي في الصحيحين أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية عند النساء أنه قال وزعم أنه طرح الرجل وكذلك قالوا وقوله زعم يدل على أن الذي قال زعم ليس الصحابي لأن الصحابي لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم زعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن من راوي عن أبي سعيد فتكون مدرجة فيكون التفسير مدرج على هذا الرأي على رواية النساء رحمه الله تعالى وبناء على ذلك نقول إن الفقه رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسير معنى المنابذة والملامسة بناء على ماذا بناء على هل التفسير هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أم هو مدرج بناء على رواية النساء التي فيها وزعم فمن الفقه من قال طبعا المنابذة والملابسة بمعنى واحد أو متقارب وفي معناه مبيع الحصات فمن الفقه من قال إن المنابذة والملامسة متعلقة بالصيغة ما معنى ذلك يقولون هذا قول بعض الشافعية يقولون معنى وهذا طبعا قول ضعيف سأذكره بعد قريب ما ادري عليه معنى المنابذة يعني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والملامسة بدل ما أقول لك بيع واشتريت خذ وأعطيتك كأنه نبذ إليه أو لمسه لمسه فقط فيقولون هذا منهي عنه إذا كان النبذ والملامسة نائبين عن الصيغة ما في الصيغة والشافعية عليهم رحمة الله لا يرون بيع المعاطاة إلا لما جاء الغزالي فقال يجوزوا حاجة الناس كلهم بيع المعاطاة كل واحد من يدخل بقالهم كما يكلم صاحب البقال ما يعرف عربي أحيانا تعطيه ويضرب بالآلة تشوف السعر قدامك وتعطيه وانتهيني ما كلمته ولا كلمك خذ وأعطني هذا بيع معاطاة الشافعية يقوم يجوز لما تكلم الغزالي قال هذا صعب في الزمان الأول تعامل الناس كثير فيه فقال يجوزوا في الأشياء الخسيسة دون النفيسة والحقيقة أنه يجوز مطلقا وهذا الدليل لا يدل عليه مطلقا فهذا معنى بعيد جدا وقد ثبتت أحاديث أخرى تدل عن المعاطاة إذن التفسير الأول أن المنابذة والملامسة والحصات أيضا متعلقة بالصيغة قول ضعيف وإن كان ذكره الشافعية بالخصوص طيب ومن الفقهة من قال إن المرادة بهذا المنابذة والملامسة نفي الخيار بمعنى أن يقول إن هذه السلعة لك حتى تلمسها أو حتى أنبذها إليك حتى أنبذها إليك إذا نبذتها إليك انتهى خيارك انتهى الخيار فهذا من باب نفي الخيار فإن كان المقصود نفي الخيار المقبول مثل خيار المجلس نعم وأما نفي خيار الرؤية فإنه لا ينفى إلا بانتهاء صفاته سنشر له بعد قليل إن شاء الله في محله فهذا مقبول ومن الفقهة من قال إنها متعلقة بالعلم بالعلم ليس بالخيار بالعلم فيكون الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تشتري شيئا لا تعلمه فالذي يطرح لك يكون والذي تلمسه في الليلة الظلماء خذ هذه عشرة أقمشة الذي تلمسه منها باب الخيار فهو بخمسة أو في الليلة الظلماء يكون اللمس نائبا عن الرؤية في الليلة الظلماء من غير تأكد مما يحس فيكون متعلقا بماذا بالعلم هذه ثلاثة أشياء تفسيرات مجمل ما قيم أقوال كثيرة كلها لا تخرج عن أشياء الثلاثة إما متعلقة بالصيغة أو بالخيار أو متعلقة بالعلم وهذا التفسير الثالث هو الأقرب للحديث لأنه قال هو طرح الرجل ثوبه بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه خلاص هذا بخمسة بخمسة وخذ يرمي عليه الثوب ما يدري الثوب مشقوق ليس بمشقوق ما لونه ما جودة الثوب رد به القماش ما لونه ما جودته ما طوله فهو جهل بالمبيع وذلك هذا في الحقيقة دليل على عدم صحة المبيع المجهول الذي لا يعرف وصفه لا يعرف وصفه وفي مثله الملامسة وهو لمس الثوب لا ينظر إليه في الليل ينظر له أما لو كان مما يعني يمكن إدراكه باللمس مع معرفة السبق السبق معرفة وصفة هذا أمر آخر لكن لا فقط مجرد اللمس في الليل مثلا أو مع إغلاق العيلين فإنه منهي نعم إذن هذا الحديث بهذه التفاسير يدلنا على ماذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على الصحيح اللي هو التفسير الثالث وهو الصحيح الذي دل عليه الحديث وظاهر رواية الصحيحين أنه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب أن المراد بالملامسة والمنابذة بيع ما لم يعلم صفته وإنما بمجرد وإنما بمجرد اللمس أو النبذ أو الحصات أو ما في حكمها وهذا وهذا دليل على شرط ماذا العلم بالمبيع طيب لماذا اشتريط في الشرع العلم بالمبيع العلم بصفته وبعدده نحو ذلك أعطني يعني تخلفه يؤدي إلى أي واحد من أمر الثلاثة التي نهاينا ذكرناها قبل قريب يؤدي للغرر فإذا كان العلم بالمبيع غير متحقق فهل العقد حرام ما في شك حرام البي هل العقد صحيح أم ليس بصحيح ذكرت لكم قبل قليل أهم شي خلافين نعم القاعدة ذكرت لكم هو صحيح لماذا لأن النهي عنه للغرر والغرر لأجل حق العباد وما نهي عنه لحق العباد فالبيع صحيح لكنه معلق على على من على رضا من له الحق فإذا جاء رمى لي القماش فإذا به نعم يسوى خمسة قبلته أو هو كان لم يعلم البائع فإذا به يسوى عشر قال لا رجعه ما كنت كنت توقع شيئا آخر فله الحق ولي الحق الجاهل مننا له الحق أن يفسخ العقد لأن خيار يصبح حق خيار وهذا الخيار من أي أنواع الخيار عدم العلم للمبيع هناك خيار الجهل بالمبيع المذهب مشهور المذهب لمن يعني يطلع على كتب المذهب أن المذهب أن بيع المنابدة والملامسة باطل لماذا عندهم إما لأن النهي يختض فساد مطلقا أو هنا من لا يرى هذه القاعدة من متأخر الحناب الذي تأثروا بالشافعية وغيرهم يقول لأن النهي هنا لذات المعقود عليه لذات المعقود عليه والصحيح لا أن العقد صحيح ولكنه يبقى الخيار أحسن الله إليكم يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا نعم هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر فيه خمسة أشياء من البيوعات منهي عنها وهذه البيوعات الخمسة كلها نهي عنها لأجل الغرر كل هذه الخمسة داخلة في الغرر في قاعدة الغرر فالصحيح أنها عقود معلقة على خيار من له حق الخيار فأول هذه البيوع قال لا تلقوا الركبان والمراد الذين يأتون إلى البلدان سواء كانوا حاضرة أو بادية أو نحو ذلك ممن لا يعرف السوق فيتلقى عند ظاهر المدينة فيشتريها قبل أن يجلبها إلى السوق وهذا النهي نهي عنه لحق اثنين لحق هذا الذي الركبان القادم بتجارته لأنه ربما لو أدخلها إلى السوق لكان سعرها أغلى هذا من جهة وهو أيضا لحق أهل البلد لحق أهل البلد فإن هؤلاء التجار الذين يتلقون الركبان في أطراف المدينة ربما منعوا هؤلاء الركبان من دخورها فباعوها بأغلى من ثمنها فباعوها أغلى من ثمنها وإذلك هناك حق لكن لو قلنا هنا الغار من الذي له حق أن يفسد العقد إما الشخص الركبان أو أهل البلد إذا علموا فيقولون يذهب في داخل البلد وتباعوا بالقوة وهذا مثل الأحيث التي جاءت في قضية الاحتكار وما في معنى هو القاعدة واحدة في الجميع طيب قال وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعْ بَعْضُ معنى وكان في مدة الخيار فجاء شخص آخر فقال إني أريد أن أشتري أو أن أبيع على بيع أخي لأن البيع إذا تم ولزم وانتهى الخيار حتى لو جاء واحد باع عليك ما يهم أنا اشتريت منك هذه القنينة بريال فتم البيع فجاءني واحد بعد يومين قال سأبيعك مثلها بنصف ريال هذا بيع على بيع أخي الأول هنا ليس لي الحق أن أفسخ العقد الأول إلا لأجل وجود مثلا تدليس إذا كان السعر الأغلى من الثمن هنا ليس داخلا ليس مقصود في الحديث المقصود في الحديث في وجود الخيار وهما خياران خيار مدة الشرط أو خيار المجلس إذا بعتني هذه القنينة بريال وخلال مدة خيار المجلس شف خلال مدة خيار المجلس أو خلال مدة خيار الشرط وكان البائع الثاني يعلم أن هناك شرطا بينكم فيأتيك البائع الثاني أو يأتيني أنا البائع الثاني فيقول سأبيعها لك بنصف ريال هذا منهي عنه لا تبع على بيع أخيك إذا متى يكون البيع على بيع أخيه في مدة الخيار خيار المجلس وخيار ماذا الشرط بشرط أن يكون عالما بوجود هذين الخيارين الذي هو البائع الثاني في حكم البيع على بيع أخيه الشراء على شراءه وقل ثبت أيضا الواية لا يشتري على شراءه صورتها سهلة أشتري منك هذه القنينة بريال وخلال مدة الخيار خيار الشرط أو خيار المجلس التي هي للبائع يأتي شخص آخر سأشتريها منك بريالين أغلى هذه بريالين وفي معناها أيضا قالوا الاختصاص وهذه ذكرها بعض المشايخ المعاصري والشيخ بن سعدي قال الاختصاص مثل أن يكون الاختصاص ليس بيعا لكن التقدم على اختصاص مثل ماذا شخص متقدم على وظيفة ليست إلا لواحد مثلا وظيفة لا يلزم أن تكون وظيفة حكومية قد تكون وظيفة عند واحد يلئي فتقدمك محل أخيك هذا يقول في حكم بيع المسلم على بيع أخيه لأنه كأنه تقدم لأخذ الاختصاص له أخذ اختصاصه وفي معناها أيضا أو بالنص الحديث فيه قالوا ولا يخطب على خطبته إذا علم المسلم بأن امرأة خطب امرأة أخرى فأراد أن يخطبها كان عالما بالخطبة ولا يعلم أنهم قد ردوا أو يعلم أنهم قد يعني أعطوه كلمة امتدائية لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه خشت أن يفسخ خطبة أخيه ويبقيها وكل هذه أنهي عنها لحق العبد فإذا فعل الشخص بيع هذا البيع أخيه يبقى الخيار لمن للأول له الحق أن يبطل هذا البيع قال وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا سأذكر لكم صورتين مقيسة عن المناجشة في معنى المناجشة الامتناع من المزايدة بأن يأتي المشترون فيقولون لا نريد أن نزيل عن المبلغ الفلاني ثم نقتسمها ثم تكون اليوم لفلان واليوم لفلان هذا فيه ظلم للبائع وإذلك نص الفقه ومنهم جمعا من العلم فقه الحنابلة والشافعية وغيرهم أن هذا صورة من صور النجش هناك صورة ثالثة مقيسة عليها اختار الشيخ تقي الدين وهي غريبة شوي قال الشيخ تقي الدين إن الزيادة في السوم من النجش مثل ماذا الزيادة في السوم عندما يأتيك شخص في سلعة يقولك بكم هذه القنينة هي بريال تبع في السوق فتقول بخمسة لنك تعرف أن هذا سوف لا يكاسرك سوف يكاسر لكي إذا كاسر يكاسر معنى ماذا يماكس وذلك المماكسة من العقل كما قال محمد بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه كان كريما ينفق عشرة ألاف درهم ويماكس في ربع درهم فقيل إن لما أعطي الناس إنما أعطيهم بخلقي ولما أبيع فإنما أبيع بعقلي فالمماكس من تمام العقل لذلك العقل هو الذي يماكس فيزيد السوم عليه لكي إذا ماكسه لم يأتي كثيرا يقول الشيخ سلام إن هذا من النجش فلا يجوز لكن لو رفع السعر عليه انتبه معي لو رفع السعر عليه ثم اشتراها بالسعر الذي هو أغلى من سعر السوق حقيقة أصبح له خيار آخر غير خيار النجش وهو خيار الغبن باعه بسعر أغلى الغبن بسعر أعلى هنا لو حتى لو لم يبيعه بسعر أعلى له حق الخيار لأنه زاد عليه السوم هذا رأي شيخ تقي الدين وهو مسألة فيها نظر يعني عند الفقهة وخلاف وهذا أكثر الباع وإذلك رسولهم قال التجار فجار إلا من صدق وضر وقليل ما والإمام أحمد لما تكلم عن أفضل الكسب قال أفضله الإجارة ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى البيع الرابع المنهي عنه قال ولا يبيع حاضر لباد والمراد ببيع الحاضر لباد ما جاء تفسيره في حديث ابن عباس وسيأتي بعد حديثين قال لا يكون له سمسارا بمعنى ألا يأتي الحاضر للباد الذي في السوق فيقول له أنا سأخذ منك هذه السلع وأبيعها لك لأنه أراد عرضها في السوق ووضعها فيه فتباع بسعر سوقها وإنما يجوز وهذه مسألة مهمة إنما يجوز بيع الحاضر للباد يعني أن يكون سمسارا للباد مثل ما للباد صاحب المزارع يأتي بالخضروات والفواكه متى يجوز للحاضر أن يكون سمسارا له قالوا في أحد ثلاث صور يجوز له الحالة الأولى إذا جاء البادي بسلعته لهذا الحاضر قصده فقال بيعها لي جاءك وقصدك في محل قال بيعها لي هنا تبيعها فتكون سمسارا له تبيعها والربح لك والربح بينكما أو على أجره أو ما اتفقت مع عليه بخلاف ما إذا لم يأتي لم يقصده وإنما وجده في السوق فإنه لا يجوز له أن يأتي ويقول أنا سأأخذها منك وأتولى بيعها عنك الأمر الثاني قالوا أن لا ينوي البادي تخزينها وإنما ينوي بيعها إذ بعض السلع يمكن تخزينها كأن تجعل في البيادر أو المستودعات والمخازن فما أمكن تخزينه جاز للحاضر أن يكون سمسارا له فيه فيبيع الحاضر للبادي في هذه المسألة إذن هذه المسألة الثانية أعيدها صورتها هناك أشياء يريد البادي البادي ليس معنى بادي أنه من البادية وإنما البادي الذي ليس من الحاضرة مزارعا بدويا معه أقط ومعه سمن في الزمان الأول رجل لا يعرف البلد قد يكون حاضرا في بلده التي هو فيها لكنه بالنسبة لهذا البلد باد أي خارج عنها أراد أن يأخذ هذه السلعة ويجعلها في مستودع تجمع لتباع في نهاية السنة لتباع في نهاية الشهر فمدام أنها جمع في مكان لم ينزلها في السوق الآن لتباع لم يأتي البادي فيباعها في السوق في الحراج وإنما أراد أن يجمعها لكي تباع مرة واحدة كونه أراد جمعها معنى ذلك أنه أراد فيها سعرا معينا طيب هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الذي يجوز أن يكون الحاضر بائعا للبادي أي سمسارا له قالوا إذا كانت السلع ليست من السلع الضرورية فإن هذا الحديث محمول على السلع الضرورية التي عليها حاجة الناس ويتعاملون بها دائما وهي التي جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن احتكارها فإن النهي عن الاحتكار والنهي عن بيع الحاضر للبادي كله متعلق بالسلع الضرورية فقط فلو أن هذا البادي جاء من الصين رجل جاء من الصين ومعه شنطة ساعات شنطة ساعات هذه الشنطة الساعات ليست من السلع الضرورية فالناس يعيشون دونها بالإمكان يعيشوا بدونها فهنا يجوز لشخص أن يأتي فيقول سأكون سمسارا لك ووكيلا عنك في بيعها إذن ما دامت ليست من السلع الضرورية فإنه يجوز الاحتكار ويجوز بيع الحاضر للبادي فيها لماذا الشرع خاصة ذلك بالسلع الضرورية لأن هذه السلع الضرورية يجب أن لا تحتكر يحتكرها التجار وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الرواية عند أهل السنن يرزق الله عز وجل للناس بعضهم ببعض جعلها تدخل في السوق لكي الكل محتاج لها فلا يكون هناك ارتفاع مصطنع من التجار ولا انخفاض يعني يفعله بعض الآخرون للإضرار بآخرين وإنما يكون بناء على العرض والطلب الموجود في السوق وهذه من مقاصد الشريعة في البيع والشراء وذلك صنفت السلع إلى هذه القسمين النهي الخامس النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تصر الغنم ولا تصر الغنم المعنى بمعنى لا تصر بفتح الصاد وهو الأفصح أي تجعل مصرات يربط على فدي الغنم وما في حكمها شيء يمنع فلا تحلب يومين أو ثلاثة هذا من باب التدليس من باب التدليس على المشتري لأنه يأتي فيشتري الشاه أو يشتري الماعز ويرى ضرعها مليئا فيظنها ذات حلاب كثير لها تخرج لبرا كثير فإذا حلبها اليوم لهم يقولون ثلاث حلبات ثم بعد ذلك يتبين يعني التدليس من عدمه فإذا حلبها في اليوم الأول سيأتي في اليوم الثاني أو الثالث فيكتشف أنها ليست كذلك وإنما هي مدلسة وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية تصرية الغنم ضروعها لأن فيه تدليسا وغشا وفي حكمه أشياء كثيرة جدا في الزمان الأول كانوا يضربون أمثلة تتعلق بالجواري والعبيد لأنهم كانوا يباعون وأما في الزمانين هذا فهو واضح بعض البويات التي تجعل على السيارات وفي غيرها وهذا ليس خاصا بالسلع والأضروري وإنما بكل السلع ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابتاعها أي ابتاع المصرات فهو بخير النظرين الفقه قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين هو عائد للأخير فقط هذا مذهب وأما السابقة الأربعة فكلها باطلة واختار الشيخ تقيدي وقلنا وهو الصحيح أن من ابتاعها فهو بخير النظرين إلى هنا تقف لو لم تكن هناك تكملة أنه يشمل جميع البيوع الخمسة السابقة كاملة فيشمل كل الخمسة فإنه بخير النظرين وهو سبق تأصيلها قبل قيل قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها يعني رضي بحالها وإن كانت مصراتا أمسكها وإن سخطها يعني لم يرضها ردها وصاعا من تمر هذه المسألة من المسائل الكبار التي خالف فيها الحنفية الجمهور فقالوا إنه لا يمكن أن يعمل بحديث أبي هريرة في المصرات لأنه مخالف للقاعدة الفقهية القاعدة الفقهية ما هي أن من أتلف شيئا ضمين مثله أو قيمته عندما يتلف الشخص شاتا فالشات هل هي مثلية أو قيمية دعنا أضرب شيء مثلي متفق عليه المثليات المتفق عليها بين الفقهاء المكيلات والموزنات من اشترى من آخر حفنة رز نقول نصف صاع أو مد ثم ترفت في يده فأراد ردها فإنه يرد مثلها هذا مثلي أو قيمي أو قيمتها مما ليس له مثلي وهو المكيلات والموزونات على قول الجمهور ما عاد المكيلات والموزونات هو قيميات على قول الجمهور الرواية الثانية في المذهب وهو الصحيح أن المثليات في المكيلات والموزونات وفي غيرها حتى في المصنوعات مثل السيارة وفي غيرها طيب انظر هنا إذا المتلفات إما مثلي أو قيمي ما فيه إشكام المصرات هنا محل إشكام لأن الذي حلب اللبن من هذه الشاه أو الحليب في الحقيقة قد يكون قليلا كأسا كأسين ثلاثة وقد يكونوا كثيرا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للجميع ردها رد الشات واللبن الذي شريته خلال اليومين الماضيين أو الثلاثة الماضية رد معه صاعا واحدا من تمر إذن هنا جعل الصاع يشمل القليل والكثير تختلف الشياة ليست واحدة فقالوا هذا يخالف القياس فلم يعملوه فلم يعملوه والجمهور أعملوا هذا الحديث وتكلم عنه ابن دقيق العيد مسألة أصولية تدليلا من باب تخريج الفروع على الأصول في هذه المسألة كلاما طيبا يراجعها الأخوان واستفيدون منه بعدما تصورهم المسألة الجمهور يقول لا هو كذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم من باب الأوسط أوسط القيمة أوسط القيمة فهو صاع من التمر وإذلك لا يجوز إبداله بصاع من غير التمر كالأرز كالبر لا بد أن يكون صاع تمر لا بد أن يكون صاع تمر قال وفي لفظ طبعا هنا هذا الخيار خيار ماذا؟ خيار تدليس ذلك ما قبل قليل خيار العيب وهنا خيار التدليس ما الفرق بين العيب والتدليس؟ العيب أن يكون في السلعة عيب لا يعلمه صاحبه وهنا خيار التدليس أن يكون البائع قد علم العيب ولكنه أخفاه دلسه دلسه لكي يزيد في السعر هذا هو خيار التدليس وهنا أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خيار التدليس قال وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا هذا قولهم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالخيار ثلاثا خاص بالمصرّاه وليس في كل خيار تدليس ليس في كل خيار تدليس فإن التدليس قد لا يكتشف إلا بعد شهر واحد شارتها من سيارة فإذا بها مصدومة ما اكتشفت هذا العيب الذي فيها إلا بعد شهر من حين تعلم من حين تعلم يكون لك الحق ليس ثلاثة أيام بخلاف الشاه فإنها تحلب من أول يوم أو ثاني يوم أو ثلاثة يوم على الأقصى تقدير وذلك قالوا أنه جعل الثلاثة لأنه ربما حلبت من اليوم الأول فتكتشف الثاني وربما كان طعامها كثيرا فزاد لبنها يومين وهكذا وذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ثلاثة أيام فثلاثة أيام متعلقة بالتصريح يبقى عندنا في التدليس قلنا أنه التدليس مطلقا لا أمد له ليس ثلاثة أيام لكن انتظر هذه العبارة لكن إذا وجد ما يدل على الرضا فقد سقط الخيار إذا وجد ما يدل على الرضا كأن يكون الشخص إما الرضا نصي شخص دلست له سيارة فقرر خلاص ماشي ماشي رضيت مدام أنه رضي سقط الخيار والدلالة الحالية أيضا كذلك على الصحيح لكن على خلاف بين أهل العلم في المذهب في ضابط الدلالة الحالية ضابط الدلالة الحالية ناخذ حديث يحصل الله إليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته نعم هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل وهو الحمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة الحبل هو الحمل والحبلة الحامل وهو في معنى النهي عن بيع الحبل هو معنى بيع الحمل وإنما ذكرنا حبل الحبلة يعني الحمل الثاني النتاج الثاني لأن هذه الصيغة وهذه الصورة كانت مشهورة عند أهل الجاهلية فذكر هذه الصيغة فما في حكمها في معنىها من حكمها لا شك دخولا أولويا الحبل طيب ما معنى أنهي عن حبل الحبلة لها معنيان ذكر في هذا التفسير وكلاهما صحيح التفسير الأول طبعا قال وكان بيع أن يتبايعه أهل الجاهلية قوله وكان يتبايعه أهل الجاهلية نستفيد منها ماذا أن الإسلام سماه حبل الحبلة فأتى باللفظ الحبل الحبلة لأنه تعامل الجاهلية وربما الناس غيروا فيه فجعلوا البيع للحبل الأول فنقول هو من هيون عنه ولذلك استفدنا هذا من قوله وكان بيع أن يتبايعه أهل الجاهلية التفسير الأول هو الذي قال كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها هذا الذي يسمونه البيع إلى أجل استدل الفقهة خنته بمعناها ثم نقول ما الذي استفاده الفقهة من هذه الجملة معنى هذه الجملة أن الشخص يبتاع الجزور يبتاع الناقة يبتاع أي شيء هنا مثل بالجزور الناقة إلى أن تنتج الناقة إلى أن تلت فإذا ولدت هي أو غيرها ثم نتج النتاج بعده دائما تنتج بعد ثلاث سنوات نقول نقول إن الناقة بعد ثلاث سنوات تلت ربما الله أعلم بعضها تتأخر وبعضها تقبل تلقيه وبعضها لا تقبل التلقيه فإذا حملت بنت بنتها رد له الناقة الأولى وضحت الصورة إذن يقول أنا سأشتري منك هذه الناقة إلى حين تلت وهي حامل ثم التي ولدتها تلت مرة أخرى فأرد لك الناقة الأولى أردها لك إذن بيع مؤقت إلى أجل مجهول أول شيء هذا منهي عنه لسببين بيع باطن لأن صفة العقد والشرط الذي فيه يخالف حقيقة العقد شوف انظر خلنا أتيكم بقاعدة ثم أطبقها على هذه أي شرط في العقود ينقسم إلى قسمين المحرم طبعا ليس الصحيح الصحيح الذي فيه مصلحة يجوز أي شرط باطن في العقود ينقسم إلى قسمين شرط يخالف حقيقة العقد وشرط يخالف مقتضى العقد الشرط الذي يخالف حقيقة العقد هو الذي يخالف حقيقة العقد ما حقيقة العقد التمليك يلغي التمليك فالذي يخالف حقيقة العقد يعود على العقد بالبطلان فيكون العقد باطلا انتبه معي النوع الثاني من الشروط المحرم الشروط التي تخالف مقتضى العقد أي أثر العقد ثمرة العقد قد توجد وقد لا توجد أحيانا فالشرط وحده يبطل والعقد صحيح سأطبق هذا الشرط الذي ذكره هنا على قاعدة ذكرناها الأصل إذا بعتك شيء هو ملكك هو ملكك هذا الأصل لما أقول لك إن هذا الذي في ملكك مدى معينة ثم سيرجع لي خالف حقيقة العقد ما صار بيع هذا صار ليس ملكا ليس ملكا عقد آخر ما هو الله أعلم إذن خالف العقد أبطله لكن انظر الشرط الثاني الذي يخالف مقتضى أثر العقد لو قلت بعتك هذه السيارة على ألا تبيعها لأحد ممكن أنت أصلا تجلس معك السيارة ما تبيعها تتلف وممكن تبيعها لمقتضى أثر العقد بيع السيارة مقتضى العقد هذا يبطل الشرط وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس فيه كتاب الله فهو باطل اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق هنا أبطل الشر لأنه من آثار العقد وليس حقيقة العقد إذن هذا النهي الذي جاء نسلم وهو في تأقيد العقود الذي لا يقبل التأقيد تأقيد العقد الذي لا يقبل التأقيد يعود للعقد بالبطلان مثل ماذا الآن دعنا نطلع من العقود المالية لعقود غير المحظة عقد النكاح لو تزوج رجل امرأة وقال تزوجتك لمدة شهر باطل ما نقول صحيح والشرط باطل باطل بالكلية لأن هذا الشرط نقل خالف حقيقة العقد إذ حقيقة العقد أن النكاح نكاح رغبة ليس تأبيد التأبيد هذا هذا زواج النصر نكاح رغبة ما يكون في طلاق فنقله بهذا الشرط إلى عقد آخر محرم هو نكاح المتعة نكاح المتعة ولذلك المحققون من أهل العلم قالوا إن الزواج بنية الطلاق الموجود الآن عند الناس هو محرم لأن الزوجة والزوجة قد تشارط شرطا عرفيا إن لم يكن الصي غير مكتوب على المفارقة فجعلوا العقدة مؤقتا فهو عقد محرم وهو الذي أفتى به الشيخ رحمه الله تعالى من باز كما في الجزء التاسع والعشرين من فتاوي أن هذا عقد محرم الزواج بنية الطلاق بحسب ما يتعرف عليه الناس في زماننا طيب إذن هذا هو التفسير الأول من تفسير هذا بعضها العلم جعله لأجل أجل المجهول والأجل المجهول أيضا ربما يأتي للمحاديث آخر المعنى الثاني ما فسره الشيخ منذ الوقت طيب في دقيقتين أو دقيقة التفسير الثاني قال إنه كان يبيع الشارف وهي الكبير المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته وهو أن يجعل النهي الثاني معنى حبل الحبلة هو بيع ما في البطن فيأتي الشخص فيبيع الشارف يقول بعتك هذه الناقة في مقابل الحمل الذي في بطن الناقة الثانية الشارف الكبيرة كبيرة التي لا ترجى لركوب ولا لحمل ولا ما في معنى فيبيعها بالحمل الذي لم يولد بعد وهذا منهي عنه لأجل الجهالة ما يجوز وذلك بعض الناس يبيع الحمل في بطن الناقة ولها صور الآن لما كثر الناس تعاملهم بالإبل الآن أصبحوا يجعلوا لها الصيغ متعددة كلها عائدة للنهي عن بيع الحمل الحبل وفي معنى بيع الحبل أشياء كثيرة جدا منها بيع الضراب عندما يأتي شخص فيبيع الضراب الذكر الفحل ما يجوز لأنه مجهول تحمل ما تحمل كم مقدارة الله أعلم هذا من جهة في معنى بيع البيض في بطن الدجاجة قبل أن يخرج ما يجوز لكن متى يجوز بيع هذه الأشياء إذا كانت من باب التبع يبيع الناقة مع حملها الناقة واحدة مثلا بعشرة ألاف مثلا وهي حامل بـ 11 يجوز هذا من باب التبع لأن القاعدة الشرعية أن التابع تابع فيجوز تابعا ما لا يجوز استقلالا ولكن بيعها على سبيل الانفراد محرم طيب أصر الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبي المحمد هنا بس سؤال لحد الإخوان يقول إذا اشتريت غرضا في السوق وانكسر أو تلث في يد المشتري هل يلزمني دفع العوض بسرعة نقول إذا انكسر العوض فله حالة الحالة الأولى إن كان بتفريط منك فلا شك فلا شك أنك تضمن بتفريط واضح التفريط الأمر الثاني إذا كان من غير التفريط تقلب السلعة فانكسر إن كان قبل التبايع فقد نص الفقهاء على أن السلعة المعروضة إذا أخذها المشتري وهو يقلبها أو يمشي بجانبها فسقطت من غير فعلا منه ليس وليس رماها قصدا فإنه لا ضمان عليه ما يلزم أن يضمنها يشتري مثلا كاس الموية هذا نحن اليوم معنام فيها قنينا حملتها معي قبل أن أصل إلى المحاسب سقطت مني وانكسرت ضمانها ليس علي عليه هو لأنه باب التقليد على البائع لأنه ليس بتفريط مني إذا كان بعد البيع وقبل القبض لم أقبلها بعد فضمانها على الصحيح على البائع إذا كان بعد البيع وقبل القبض فضمانها على المشتري ما لم يكن تفريطا هذه حالاتها الثلاث عندما يتلف المبيع أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم نبينا محمد